اشتركوا في القناة الرياضية في المملكة بدأ العمل على انشائه في عام 1980 وتم الانتهاء منه في عام 1982 وهو مجمع رياضي يضم العديد من المرافق اهمها مكان اللاعب والمدرجات والمرافق والخدمات العامة يقع الستاذ الوطني في منطقة الرفاع الشمالي على تقاطع حيوي شارع 16 ديسمبر مع شارع المحرق يتكون استاذ الوحرين الوطني من ملعب لكرة القدم حسب المواصفات الدولية المعتمدة من اتحاد اللعبة بالاضافة الى مضمار اولمبي لالعاب القوة بطاقة استيعابية للمتفرجين تبلغ حوالي 25 الف متفرج كما يحتوي الاستاذ على مرافق رياضية تشمل غرف اللاعبين وغرف الحكام صالة لياقة بدنية مكاتب ادارية مخازن منطقة اعلامية متكاملة للاعلاميين والصحفيين مركز اعلامي متطور بالاضافة الى قاعة المؤتمرات الصحفية وقاعة الاستراحة ومرافق اخرى يتم استخدام هذا الاستاذ لاقامة مباريات كرة القدم ورياضات اخرى كالعاب القوة وتقام عليه ايضا احتفالات وطنية وانشطة متنوعة حيث يستضيف منذ اعوام طويلة العديد من الرياضيين للمشاركة في الاحداث المختلفة من اهم الفعاليات اللي احتضنها دورة كأس الخليج العربي واللي احتضن ثلاث نسخ من الدورة بالاضافة الى فعاليات وطنية اخرى من اهمها فعالية البحرين اولا اللي تقوم فيها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية صاحب الجلالة الملك المفد الله يحفظه كذلك فعالية عيد مئوية الشرطة اللي قامت فيها وزارة الداخلية ايضا في الاستاذ وكانت فعالية مميزة كما اود لفت الانتباه لان اليوم من الامور الطيبة ان استاذ البحرين الوطني تحول من مجرد منشأة رياضية الى منطقة جذب رياضي واجتماعي اليوم نلاحظ ان المنطقة المحيطة بالاستاذ دائما يعني مقصد للمواطنين والمقيمين لممارسة الرياضة لممارسة المشي ويستمر الاهتمام الواضح من قبل الجهات المسؤولة عن الرياضة والشباب في المملكة من اجل توفير بيئة مناسبة للشباب وذلك لممارسة الرياضات التي يفضلونها في بيئة مثالية لتعزيز النهضة الرياضية في المملكة منذ مطلع الثمانينات وهذا المجمع الرياضي يحتضن مختلف الانشطة الرياضية والاحتفالات الوطنية ليثبت انه مشروع وطني فريد وموقع للتميز والانجاز ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة